في مباراة مواجلة من الجولة 17 من الدورة المصرية الممتاز فاز الأهلي على مودرن سبورت بنتيجة 2-1 علشان يواصل تحقيق الانتصارات للمباراة الرابعة 10 على التوالي ويواصل الاقتراب خطوة تلو الأخرى من بيرامدز المتصدر والذي يبتعد عن الأهلي بثلاث مواجهات على مستوى عدد المباريات الملعوبة انتصار الأهلي تحقق بواقع هدفين هدف متأخر في الشوت الأول سجله إمام عشور من عرضية محمد مجدي أفشة والذين تزاملاه في منتصف الملعب برفقة أكرم توفيق ردا على هدف سجله إيبة لاعب مودرن سبورت الشوت الثاني من المباراة نجح الأهلي في تسجيل هدف ثاني قتل به المباراة من خلال البديل صاحب اللمسة الأولى بعد نزوله بيرستاو من عرضية البديل ضمن نفس التغيير ردا سليم ليقتنس الأهلي ثلاث نقاط جديدة مهمة قبل مواجهة بيرامدز في الدوري ولكن قبلها مباراة في كأس مصر انتصار الأهلي النهاردة تحقق بصعوبة ما كانش الأهلي على مستوى التهديد بشكل كبير في الملعب المباراة وإنما يحسب ليه أنه عرف أنه يرجع أمام فريق ظهر في الشوت الأول متفوقا ونددا حقيقيا وهو مودرن سبورت مودرن سبورت في مباراة النهاردة اعتمد في الناحية الهجومية على السلاسي أرنولد إيبة وعبد الكبير الوادي وأحمد عاطف ومن وراهم اللعب اللي عمل ربط إيجابي جدا في نص ملعب عمر السيسي واللي كلهم كانوا أو تحديدا الثلاثة الأربعة دول كانوا عاملين هجمات مرتدة خطيرة لكن الباقي اعتمد على أنه بيأمن سواء من خلال عمر السيسي نفسه بكرات تانية بيحاول أن القطها أو كاباكا أو غنام محمد إلى جانب الرباعي الدفاعي اللي ما كانش بيتقدم كتير محمود شعبان محمود رزق علي الفيل طارق طه وكانوا كلهم قدام محمود حمدي رغم أنه مودرن سبورت نجح عن طريق السلاسي عبد الكبير الوادي اللي لعب لأرنولد إيبة اللي تقدم دون أن يوقفه أحد وصوب في شباك محمد الشناوي هدفا أعتقد أن محمد الشناوي كان ممكن يتعامل معه تعاملا أفضل نجح الأهلي بعد ثواني من بدء جمهور الأهلي هتافاته الشهيرة بالروح أو بالدم بالروح الدوري مش هيروح أنه يسجل هدف التعادل برأسية إمام عشور اللي ظهر بتسريحته الجديدة ضمن تشكيلة الأهلي الأساسية برفقة محمد مجدي أفشا وكان بينهم أكرم توفيق في نص ملعب أما في المقدمة فكان طاهر محمد طاهر حسين الشحات وسام أبو علي السلاسي لم يكن بالخطورة المنتظرة وتحسن الأهلي بنزول رضا سليم وبرستاو ونجح في تسجيل هدف ثاني اقتنس النقاط السلاس بينما على مستوى رباع الدفاع كان خالد عبد الفتاح للمباراة الثانية على التوالي وكريم فؤاد على الطرفين محمد عبد المنع مرامي ربيع قدام محمد شرناوي والأهلي إلى النقطة رقم 63 على التليفون نجم وأسطورة النادي الأهلي ومدرب الأهلي السابق الكابتن مختلف